تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 10 سبتمبر 2019 والمقدمة اللي بقولها وبحاول أكون مختصر لأنها بتتكرر باستمرار برضه أقولها باختصار شديد الخدمة دية ليس هدفها أنا أقول لكم شوية أخبار ده فيه زلزال حصل ده فيه الحيوان الفلاني مات مش ده هدفي على الأطلاق هدف الخدمة دية أذكر ضعفي أولا وحضراتكم معايا احتياجنا الشديد جدا خاصة في هذا الزمان الصعب المظلم اللي احنا بقينا فيه لحياة اليقظة الروحية أصبحنا محتاجين جدا في هذا الزمان نبقى نصبح نور العالم اللي بيقيت ظلمة ظلمة زي ما قال المسيح أنتم نور العالم فتخيلوا النور ده اللي كان فينا اللي فينا لو ظلام فالظلام كم يكون زي ما قال لنا الرب يسوع المسيح حقيقي حياة الاستعداد وحياة الانتظار وحياة اليقظة وحياة ان احنا نكون منيرين مش بس عشان المسيح جاي النهاردة أو بكرة امين تعالى يوه الرب يسوع ياريت فعلا ييجي الآن ولكن كمان عشان الظلمة اللي بتسبق مجيء والمتحضراتكم شايفين العالم بقي مظلم ازاي والخطيئة بتزيد ازاي وعشان نكون منيرين محتاجين يكون عندنا مصابيح في زيد في مصابيحنا عشان نعرف نعدي هزيز الظلمة في انتظار العريس محتاجين تكون مصابيحنا مضيئة وتستمر مضيئة رغم ان العالم بيحاول تطفيها بأي شكل سواء اي حد هيسلم ودعته في اي وقت ربنا يدي الكل يا رب طولة العمر والصحة او الرب يسوع المسيح ييجي في اي وقت او حتى الظلام ده لو هيزيد وهيزيد ده اللي قصد اقوله ده هدف الخدمة نحتاجين كلنا نكون عاملين ايمان عامل بالمحبة التبشير الكلام في وقت شايفين العالم هدفه الشيطان الاستراتيجي الملتوي ازاي يقطع لسنة عايزك ما تتكلمش عن التبشير بفصل الدين عن الدولة بالاسلاموفوبيا بالهوموفوبيا بغيره بالحاجات دي كلها بالهيترش سبيش بالكلام ده كله اللي بيحاول بأي شكل يقطع لسانك ما تتوقفش عن التبشير ده ضرورة محتاجين نجمع زيد في مصابحنا وانا بقول الحاجات دي كل مرة باستمرار وما بخافش من الناس اللي تقول يا عم كلامك بيخوف بيزعج بكل كلامك يكئب زي وشك وكلام كتير اللي بيت احسن ان انا ما اقولش ويبقى دم البعض علي افضل اقول لنفسي وليكم استعدوا حتى لو الناس زعلت حتى لو البعض اتهمني ان انا كذاب ولا بتاع اشعات او بخوف يمكن واحد من ضمن هؤلاء الالاف يكونوا اخذ باله وابتدى حياة الاستعداد وكان فرحان لما قابل الرب يسوع احسن من العكس انه محدش نبهه وفوج ان هو واقف قدام المسيح وندم على عدم نستعد المسيح قال لنا علامات كتيرة وكان قاصد فقال لنا تقوم امة على امة مملكة على مملكة وكان عارف ان في الزمان الاخير التهديد بالحروب هيبقى زيادة اوي تكون زلازل عظيمة زلازل تزيد في العدد وفي القوة في اماكن مجاعات بسبب الفيضانات ولا بالجفاف او بئة ونسمع عن امراض غريبة جديدة تكون ما يعديش شهر غير ما او كل شهرين ثلاثة نسمع عن وباء جديد مخاوف وعلامات عظيمة باشكال مختلفة في السماء وعلى الارض علامات في الشمس القمر نجوم على الارض كرب ومن بحيرة البحر والامواك تضج والاعصير شغالة الناس تبقى خايفة من بكرة حين ايز يبصرون امن الانسان قتين فيه سحابة بقوة ومجد كثير وعجائب في السماء من فوق وقايات على الارض دم نار والارض اللي تفضل تاكل في سكانها والنار والبراكين والبخار والدخان كل ده يحصل ايه قبل يوم الرب العظيم الشهير طيب ايه الحل قالوا في عدد 21 اعمال الرسل 221 ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص لايه؟ اش معنى التعبير ده مع قبل مجيء اليوم الرب العظيم لانه عارف قبلها حيكون بيحاولوا باي شكل يمنعون عن الكلام ليه ربنا قال لنا العلامات دي؟ اسباب كتيرة منها واحد عشان ما نخافش زي خوف ولاد العالم زي ما قال لنا معلنا بطرس اما خوفهم ثلاثة خافوه اتنين علشان نؤمن في الزمن ربنا كان عارف مصدقاً هيزيد قد ايه التشكيك في الإيمان وفي كل كلمة في الكتاب المقدس زي ما قال انجيل يوحن 14-29 قلت لكم الآن قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون الحاجة الثالثة وهي دي بالنسبة لنا جعلت الخدمة دي بسببها اللي هي التنبيه لحياة الاستعداد ننتبه لحياة اليقظة الروحية زي ما قال لنا نجيل لوقا 21 الرب يسوع المسيح بيقوله متى ابتدعي؟ ما لياش دعوة تكتمل النهاردة تكتمل القرن الجاي ما عرفش ياريت ربنا ييجي النهاردة وات كدبي بتر في حاجة احلى من احنا نشوف على ريسنا النهاردة ولكن ربنا قال لنا لما تبتدي مش لما تكتمل انت ترفع راسك لفوق يعني ربنا قال لك العلامات دي قبل ما تحصل عشان لما تحصل تبتدي تحصل تنتبه لحياتك الروحية لانا نجاتكم تقترب ليه طيب لانا ربنا عارف في الزمان العالم حيكون بازاي بيتفنن يشغلك بيوساء اللي تضيع الوقت الكتير وقلة بركة الوقت وان زي الإنسان حتى مش لاحق يقرأ في الكتاب المقدس بسبب المشاكل ومشاغل والحاجات اللي زي دي كتيرة جدا علامات في السماء ناسا تحذر من مزنب اللي هو اسمه جي تي 3 219 العملاق اللي العرض بتاعه ألف أربعة وثلاثين أدم وحيعبر على مقربة شديدة من الأرض بطريقة توصف بأنها خطيرة والبعض بيعتبروه biggest threat to humanity أو من أكثر التهديدات للبشرين آسف انفجار كرة نارية كبيرة بنور قوي فوق سماء نيويورك وتكررت هذه الأحداث وقرنوها بمعدل ما بين قبل 2008 و2007 ده من ديلي نيوز وأدي صورتها قدام حضراتكم للأسف تزايد عدد الأجسام الفضائية لتهدد الأرض ففي أحدث الأحصائيات تزايد العدد في الوقت وصلنا إلى 2015 potential hazards asteroid 2015 جسم بيهددوا الكرة الأرضية متخيلين بعد ما كنا زمان بنتكلم على عشرات أصبحوا مئات دلوقتي وصلنا ألفين وفوق الألفين يعد اللي وصلنا على عدد نجوم السماء للتتساقط بالإضافة لمعناها الرمزي المهم جداً عن الرجال الدينيين اللي بيتساقطوا أيضاً بتحصل قدام عينينا literal مش بس figuratively بصوا كمية الأحجار السموية والكلمة في اليوناني تحمل هذا المعنى للتتساقط يوم 3 سبتمبر 31 كرة نارية في يوم واحد يوم 4 سبتمبر 23 كرة نارية في يوم واحد يوم 5 سبتمبر 35 كرة نارية في يوم واحد كل دولة بيتساقطوا يوم 6 سبتمبر 19 كرة نارية في يوم واحد يوم 8 سبتمبر 24 كرة نارية باب النسبة لبالضبط اللي قالوا الأحداث اللي هتحصل الكتاب المقدس وأشار إليها في السماء والمشاكل والتساقط وأهو الدمانية دي أحجار أستاذة ميلانيا بتبقى أحجار بتقع من الفضاء على الأرض ولكن أغلبها بيتحرق في الغلاف الجوي قبل ما يوصل لسطح أو للتربة الطقس وللأسف بعض الأخبار المزعجة بحر الجليد في ألاسكا انصهر تماماً ولأول مرة في التاريخ المسجل المنطقة اللي شايفين الناس ماشيين على شوية صخور المنطقة دي المفروض باستمرار متغطية التلج صيف شتا بيزيد في الشتا ويقل في الصيف أول مرة يمشوا على الحجارة نفسها في ألاسكا بعد مساح كل التلج من ارتفاع درجة الحرارة فاكرين أساذية الأحباء اللي بيقولك لو ساح التلج في مناطق هتنغمر والكلام ده كله قربنا احنا في بداية الخطوات إليه قدامكم دورين وحضرتكم عارفين الكوارث بتاعته اللي حصلت دورين سبب تدمير خطير في بهامة بصوا دي أحد الصور والصور فعلا توجع القلب للضمار اللي عمله دورين في بهامة دي من وكالة رويترز إجمالي عدد القتلى من دورين في البهامة اللي قالوا خمس أشخاص لا ده عدد القتلى غير معروف المتوقعين رقم بشع والجسس ملقا في أماكن كتيرة لغاية دلوقتي الشرطة ولا الأجهزة الحكومية مش عارفة توصل لهم أسف دورين أخطأت فتوقع بأن الأرقام بتاعة الموتى أو الوفيات من دورين أرقامها تبقى كبيرة وده من ديلي ميل وفعلا وصل لهريكين كاتيجوري فاير مخاوف مخاوف كانت على مفاعل نوي في فلوريدا بسبب هريكين دوريا وده من ميامي هيران أقول لكم على حاجة حصلت أنا مش يعني مش عايزة تتمسك علي أن أنا ببالغ أو كده بس أنتو تعرفوا أن المسيحيين في فلوريدا أقاموا أيام صوموا صلة شديدة جدا عشان هذا الإعصار وهذا الإعصار بطريقة غير متوقعة غير اتجاهه وبدل ما يضرب فلوريدا ضرب جزء من كارولاينا ووصل لغاية كندا شمال وما ضربش فلوريدا ثاني أتمنى أن محدش يفهمني خطأ أنا بس بقول لكم حاجة فعلا حصلت وأنا لا أؤمن بالصدف طبعا زي ما حضراتكم عاد فيه أمواج عملاقة كانوا متوقعين أن يوصل ارتفاحها إلى 37 قدم متوقعة تضرب الشاطئ الشرقي بسبب هركين دوريان دوريان وصل لكارولاينا ما ضربش فلوريدا إلا حاجات بسيطة أتل أربع أفراد آخرين وجرح العديد ده من ABC News وأيضا وصل لدرجة اتجه بدل ما يتجه اللي هو كان شمال غرب اتجه شمال وغير اتجاهه مش عايز أقول بسوي بالصلوات بس ووصل إلى نوفا سكوتشيا في كندا بس كان خفض قويته قوي ونزل من هركين فئة 5 إلى هركين فئة 2 لكن برضو سبب خراب في نوفا سكوتشيا وده من CNN المحيط الأطلنطي سيظل فيه غاية النشاط والأعصير حتى بعد ما انتهي هذا الهركين وهو شبه انتهى خلاص فالمحيط الأطلنطي بدل الهركين في كتير مخزون اخبار عن واحد تاني طايفون انه ربعمائة الف شخص اخبروه منهم من يريد يخلو بيوتهم في اليابان عشان طايفون تاني اسمه فاكساي وصل لمستوى قاتل وللأسف فعلا هذا الطايفون البشع القاتل صدم توكيو بفيضان وقطع الكهرباء عن مليون شخص ده واحد تاني ده في نفس الوقت احنا بنتكلم في نفس الاسبوع بصوا كارستين ازاي الكتاب المقدس ما كانش بالصدفة بيقولنا والأمواك تضج وبتكلم عنها بالجامع الموجة الحارة هذا الصيف تسجله وجابه احصائيات من الناس اللي ماتت في افريقيا في فرنسا مش في افريقيا في فرنسا الموجة الحارة هذا الصيف قتلت الف وكمسوميت شخص في فرنسا ده من RT من Russian Today متخيلين ومعتبرينها موجة حارة وحشية حرائق برية ضمارة 4.2 مليون فدان في بوليفيا ده من CNN ده بالاضافة للكوارس اللي بتحصل في الامازون درجة حرارة المحيط الهادي ارتفعت جدا لمستوى خطير والعلماء يلقوا اللوم على خواص شازة ليس التلوس البشري مش لوحده لكن في حاجة غريبة بتحصل تزايدة البراكين وبتزود الحرارة والبعض بيعتقد ان سبب ارتفاع الحرارة في بعض هذه المناطق ان في مجمة سخنة بدأت تطلع تحت هذه المناطق بتسخنها يعني قلب الارض بدأ ليسخن طبعا لو الارض قديمة ب 4.1 مليون سنة متفوض الكلام ده 4.5 أو 4.6 مليون سنة مفيش الكلام ده لكن قلب الارض سخن جدا لدرجة ان هو بدأ يسخن سطح الارض لهذه الدرجة نفس الوقت اللي زاد فيه كل هذه الكوارث التطلاطه من الامواك زي ما قالينا كتاب وتساقط نجوم الكسماء زي ما قالينا كتاب الزلازة يوم الاربعاء اللي فات 35 زلزال ما بينه متوسط وقوي منهم واحد بخمسة وتسعة في اوريجن يوم الجمعة 27 زلزال منهم واحد خمسة وتسعة في فانوات وده تخفض من ستة واحد من عشر يوم السبت 39 زلزال يوم الحد 44 زلزال والاسبوع ده حصل فيه تسعين زلزال قوي في اسبوع واحد منهم اتنين بقوة خمسة وتسعة كان واحد منهم اصلا تخفض من ستة واحد البراكين اللي زادت في نفس الوقت برا ما كنا نسمع عن 3-4 براكين في السنة بوصيبينا نسمع عن كام واحد دلوقتي شغال على سبيل المثال يوم 4 سبتمبر انفجار 8 براكين كل دولا استمرار انفجار بخار ماء من يولستون بطريقة تحطم الأرقام القياسية المسجلة قبل ذلك وده من فوكس فاير يوم 7 سبتمبر انفجار 7 براكين تانين وملخص البراكين النشطة يوم الحد اللي فات ده يوم واحد من فولكينو ديسكافوري كل اللي قدام حضراتكم دي على الشاشة العلامات دي كلها دي كلها دي براكين اللي لونه احمر زي قدام حضراتكم دولا كلهم دولا ان ارابشن في حالة انفجار واللي باللون الأورنج فيه انشطة بركانية اللي في نفس الوقت زي ما قال لنا سفر هشعة اربعة وصفانيا على موت الكائنات والسمك البحر ينزع وابتصاقط طيور السماء ميتة قبل عقاب الانسان وبتحصل قدام عنين فاللي هقوله ده مش الثلاث اربع حالات اللي كانوا بيحصلوا في السنة او مفيش خالص ده اللي هقوله ده في اسبوع واحد فقط ارجعوا فعلا الاحصائيات 2006 وما قبلها حالة في السنة او اتنين او مفيش في السنة بنفس الساتليت وسائل الرصد والاعلام وتناقل الاخبار بص دلوقتي بنتكلم على كم حالة في الاسبوع مش في السنة يوم 18 اغسطس موت كم كبير من الاسماك في شاطئ في باكستان كل ده سمك ميتة في نفس اليوم موت الالاف من الابقار بسبب فيضان في ممباي في الهمد ايضا في نفس اليوم موت 25 من طائر البطريق وايضا معا سلاحة كتيرة وسباع بحر في شاطئ في البرازيل يوم 21 اغسطس موت كم كبير من الاسماك في بحيرة في فرمونت في امريكا يوم 22 اغسطس موت كم كبير من الاسماك اطنان الخلاص بيقنا كل اسبوع او شبه كل اسبوع بنسمع ان الاسمك بينزع بالاطنان في بحيرة في فييتنام كل ده سمك ميت قدام حضرتك يوم 23 اغسطس موت 40 طائر بطريق وعدد ضرفيل وسلاحف وسباع بحر في شطتان في البرازيل يوم 24 اغسطس موت الاف من الحيوانات البرية والطيور في غابات الامازون كل دولة في اسبوع واحد وتاني اعنا مش نشرة وفيات الكائنات لكن الكتاب قالنا ده اللي حيحصل قبل عقاب الانسان ومش بالصدفة يكون قالي كلام ده من 2600 سنة ماضت وهو بيحصل قدام عينينا بهذه الطريقة ده في عصر التكنولوجي الاوبئة اللي برضو بتزيد ده المفروض انها كانت تقل بسبب التقدم بص بدأت تزيد ازاي العلماء يعتبروا ان البكتيريا المقاومة للأدوية مميتة اكتر من السرطان حاليا انتوا عارفين كم مئات الالوف اللي بيموتوا يعني فلاش مئات الالوف في السنة الاف كل يوم بيموتوا من البكتيريا المقاومة للأدوية في المستشفى يكون راح للمستشفى ومستشفىات حديثة او مستشفىات في الغرب بمرض معين او باصابة او غيره ويموت بسبب الاصابة من بكتيريا من عدوى بكتيريا قاتلة قسم الصحة في امريكا يعلن عن انتشار نوع جديد نادر من الاصابة الفطرية القاتلة برضو مسؤولين الصحة الامريكاني يعلنون عن حالة وفاة من السجائر الالكترونية ويحذروا منها اليابان تحذر انها قد تضطر ان تلقي مياه ملوثة نوويا من فوكوشيما في المحيط الهادي وده يسير مخاوف وده من ديلي ميل ادي اللي حيحصل بالاسم ودي اللي بيعمله الانسان وتزيد السلطنات ونرمي العب على ربنا كالعب اخبار الحروب اللي ايضا زادت جدا مسؤول روسي يقول الصراع الفضائي هو القادم وده مش تخيل ده خلاص ده مش خيال علمي ده احنا دخلين ان احنا نبت نعيشه بوتين ينتهر المسؤولين بسبب التأخير في البرنامج الفضائي الروسي من الاسف في بعض الفساد وهكذا البحرية الامريكية تختبر نوع صواريخ جديدة من غواصات ومعندهمش حاجة دولات بيعملوها غير ان هم بيجربوا في اسلاحة جديدة او صواريخ جديدة الصين تؤيد كوريا الشمالية في المحادثات النووية هي رأيكم فالصين خلاص شبه بتعلن تأييدها لكوريا الشمالية كوريا الشمالية تطلق صاروخين اخرين في المية في اختبار اخر امريكا تقول ان كوريا الشمالية بالطريقة دي بتمنع استكمال المحادثات النووية طبعا للأسف عدم استكمال المحادثات يعني مش هتفقوا على سلام وللأسف هذا الشاب كيم جون اون ده بيلعب بالاسلاحة والصواريخ النووي زي اي شاب بيلعب بقتان تعليقا على الصراع الباكستاني الهندي خان بيقول باكستان لن تلجأ للاسلاحة النووية في المرحلة الاولى من الصراع ما تخافوش اصلا انت عارفين الهند وباكستان بدأت الحرب بينهم بطريقة الى حد الناية والكارسة الكبيرة ان الدولتين نوويتين فخان الباكستاني بيقول ما تلقوش مش هنستخدم الاسلاحة النووية في البداية بعدين شوية هذا اللي بيحصل انتو عارفين دلوقت ان فعلا في صراع وشبه حربه بيموت فيها المئات ما بين دولتين نوويتين روسيا وايران يلقوا اللوم على امريكا في احتداد المنطقة لكن ملقوش الروم على اللي بتعمله ايران امريكا تفرض عقوبات جديدة على برنامج ايران الفضائي عن فكرة امريكا فعلا مبهدلة ايران بالحكاية العقوبات بدون ما ينزل ترامب جندي واحد فعلا تاعب ايران جدا ايران تقول لاوروبا انها السبب التي تدفع ايران لتصعيد بمنامجها النووي بعد بداية انهيار الاتفاقية النووية شوية ايران تلقى اللوم على امريكا وشوية تلقى اللوم على اوروبا وطبعا كل ده لانها تفتقد تماما الزمن الجميل بتاع كابتن اوباما اللي اداهم هدايا بشكل لا يصدق ما يعملهوش اي انسان ولا عنده خمسين في المية خبرة سياسية طبعا اللي حصل عليه في اوباما ايران تبني قاعدة عسكرية عملاقة في سوريا ايران تشترط عشان تعود للنقاش ان امريكا تنهي العقوبات وتلتزم باتفاق 2015 بتاع اوباما وان فرنسا تدفع 15 بليون لايران في نفس الوقت ظريف الوزير الخارجية الايراني يقول العقوبات الامريكية ليس لها اي تفسير اي تأثير يا سلام طيب ايبا انت قاعدين تقولوا شلوها شلوها ليه اذا كانت مبتصرش اسرائيل تكشف موقع سري اخر ايراني للاسلحة النووية ففضحوهم تركيا تحذر اوروبا ادي اوروبا لما سمحت لتركيا تبقى عضو في الاتحاد الاوروبي تركيا خربت اوروبا الزيادة الزيادة فتركيا تحذر اوروبا بموجة جديدة كبيرة من المهاجرين وانتعرفين المهاجرين دول كلهم بيبقوا مسلمين اردغان يقول ان تركيا يجب ان تمتلك اسلحة نووية مثل اسرائيل وحيطلع لنا واحد تاني زي كيم جون اون ولا زي ايران تنضم لقائمة تركيا ايضا في نفس الموضوع لبنان تهدد اسرائيل بعواقب لو قامت اسرائيل باي هجوب طب هل لبنان هتوقف حزب الله؟ لا يطلع رئينا رئيس الوزراء اللبناني في نفس الوقت يقول ايه؟ نحن غير مسؤولين عن تصرفات حزب الله يعني ايه؟ حزب الله اللبناني اللبنان مش قادر تتحكم فيه ومش مسؤول عن تصرفاته هو يضني صواريخ على اسرائيل لكن اسرائيل ممنوعة ترد على حزب الله سيريس لي؟ لو عايزين الموضوع يهدى ويبقى السلام وقفوا حزب الله وقولوا الاسرائيل تقفل اتنين يقفل اسرائيل تقوم بتدريب عسكري موسع يماثل حرب ضد حزب الله كاستعدادا للحرب خلاص ما بينهم على وشك The time of Israel طبعا حزب الله مدعو من ايران حزب الله يدعي انها وثقت طائرة بدون طيار اسرائيلية السلطات السورية تجد مقبرة جماعية جديدة فرقة بها خمس تلاف جثة سبها داعش ادي داعش اللي كان بيطبع الاسلام زي رسول الاسلام عندما كان يحفر خندق ويدبح الناس الابرياء فيه داعش كانت بتعمل زي الرسول تحفر مقبرة وترمي فيها خمس تلاف جثة زي رسول الاسلام الناس مش عارفة ازاي الرسول كان بيعمل ما بتتصورهوش يقدروا يشوفوا المقابر الجماعية دي المسلم الافغاني اللي حاول طعن اتنين امريكان في هولندا عمل كده ليه بيقول عمل ذلك دفاعا عن الرسول طب دفاعا عن الرسول تطعن اتنين ابرياء ليه؟ هي فيها اي دي دفاعا عن الرسول؟ بيحامي على الرسول من ايه؟ من اتنين سياح من همش زنب في اي حاجة؟ اخبار عامة من اللي بيحصل حواليه معاقبة امام في السويد مسلم بغرامة ليه؟ كان بيلأقب اليهود في السويد بينهم احفاد قردة وخنازيك طيب انا سؤالي هي السويد اصلا دخلت القرآن ليه؟ ما بتعقبش القرآن ليه؟ مش القرآن هو اللي بيقول على اليهود والمسيحيين احفاد قردة وخنازيك ما القرآن بيقول كده؟ ما للسويد فتحت ببانها للقرآن ليه؟ مش الإمام اللي بيقول الكلام ده؟ قرآنه اللي بيقول الكلام ده؟ نتنياهو يوعد اليهود بالصلاة على جبل الهيكل قبل ما ييجي المسيح وسكرتير الدفاع اليهودي يقول لا ده قبله بكتير يعني قريب الهيكل الثالث هيتبني أيضا الحزب الذي يؤيد بناء الهيكل الثالث يحصل على أربع مقاعد في البرلمان الإسرائيلي أرقام تليفونات وخلي بال حضراتكم ما تستغربش لو أنت واحد منهم ما بين 220 مليون إلى 420 مليون شخص من مستخدم الفيسبوك أصبحت خلاص متاحة للجمهور لأنها اكتشفت على سيرفر غير محمي وغالبا تم سحب المعلومات دي أو تغرت المعلومات دي ما تستغربش عارف لما ييجي في فيسبوك يقولك عشان يأكد حسابك ولا يمنع حد يهكر على حسابك تأكد حسابك بتليفون عارفين الحركة دي اللي يعملها دايما جوجل وفيسبوك؟ وتليفونك يبقى متاح للناس رغم أن أنت عايز تخفيه ألف شكر للفيسبوك واليوتيوب ما تديش تليفونك جوجل الآن ليس فقط يتصنط عليك صوتيا وبيسجلك بل جوجل أيضا يراقبك صوت وصورة فالجبيد اللي منزله جوجل منزل فيه كاميرات الكاميرات دي جواها برامج تعرف على الوجود ده مش بيسجل بس بكاميرا اللي بيحصل صوت وصورة ده كمان الكاميرا دي بتتعرف على الوجه عشان تعرف مين بيعمل إيه آدي اللي بيحصل الهوب الجديد اللي نازل من جوجل للبيوت اسمه نيست هوب النيست هوب ده زمان كان فيه مايك دلوقتي النيست هوب ده فيه كاميرا والكاميرا ده بترأبك وبتسجلك وكمان منزلين الكاميرا ببرنامج تعرف على الوجود ده المواقع الإخبارية بتقولكم بالكلام ده وأدي أكتر من موقع يقولكم المعلومة ده وموقع زي شونت بيقولك جوجل's got a new face tracking camera for your home we have got questions احنا عايزين نعرف ليه جوجل عمل كيف هل حيتوقف جوجل؟ لا حيكمل فلما تجيب جوجل هوب جوجل هوب حيسمع انت بتقول ايه ومش بس كمان بس حيسجلك فيديو ومش بس كمان كده ده كمان كاميرا الفيديو اللي شغالة اللي بتسجلك ايضا فيها برنامج تعرف على الوجود رائحة غامضة مقززة غامضة معرفيش سببها ايه تجعل السكان مش قادرين يناموا في مدينة في ميريلاند ده من واشنطن بوست مراهق ما كانش بياكل الا اطعمة جاهزة اللي هي الجنك فود غير صحية اللي هي سندو تشات مكدوناد وكلام ده كله فانه ما بيكلش غير الاطعمة دي بس سببت له انه يصاب بالعماء ده من فوكس نيوس الدراسة الطبية وضحت ان الاطعمة دي لو واحد يأكلها هي بس باستمرار سندو تشات البرجر والبيتزا والكلام ده كله تجيب له عمل بسبب كمية الكيميكالز اللي موجودة فيها سيدة زارعت لغاية دلوقتي ستة وعشرين شريحة زكية ومغناطسية في جسدها حتى الان عدم الاقتناع وده كنت لسه بتكلم عنه شوية لما كنا بنتكلم عن نظرية تطوره ايضا الاسئلة الكلام ده مش بيقوله هولي بايبل او غالي عدم الاقتناع بنظرية التطور يتزايد في الاوساط العلمية فاكثر من الف عالم متخصص حول العالم في المجالات المختلفة يمضوا كلهم وثيقة يعلنوا فيها عدم اقتناعهم بنظرية التطور الكلام ده قلته لكم قبل كده لكن الجديد في الموضوع ده انه هو منشور فين Evolution News and Science Today ايه رأيكم؟ انا مش طلعت بحاجة جديدة كل الموضوع حصل ألف او أكثر من ألف عالم متخصص في مجالاتهم كثير منهم مش مسيحيين قالوا بناء على الدراسة والتحقيق نظرية التطور غلط just what happened ان انا اي اجري ان انا وافقهم في الرأي ده كل الموضوع الناس المتخيلة ان التطور حقيقة ادي اللينك اللي عايز يتأكد من كلامه ده تتنشر في Evolution News skepticism about Darwinian evolution grows as a thousand scientists share their doubts ادي اللينك قدام حضراتكم قلت لكم على الموضوع ده سابقا في التطور الكبير في الجزء السادس والثمانين لغاية الجزء الثاني والتسعين تحت عنوان القوى للعلماء تؤكد خطأ التطور فاكرين سبع اجزاء سبع محاضرات قدمت لكم كم ضخم من العلماء واقوالكم يؤكدوا ويرفضوا بوضوح بالادلة التطور لانه خطأ وكتير منهم كانوا غير مؤمنين بما فيهم اسادزا بروفيسورز ورؤساء اقسام ورؤساء متاحف كوليم باترسون وغيره لكن المرة دي الحاجة الجميلة في هذا الخبر واشكر جدا ان الاسادزا لأحباء اللافت ونظري لهذا الخبر لانه دا تبعاتلي بصراحة اشكركم جدا الجيد في هذا الخبر انه اتنشر في مجلة Evolution Today و Science News نفسها ايه رأيكم اهو اللي عايز يقدر يدخل على الموقع ويقدر يدخل الى الملف اللي هحمله بعد شوية صغيرة تعليق على الاحداث وحيلاق اللينك يقدر يحتفظ به لالله عايز وهذا الخبر قدامكم اهو واحد سناف شوت من المجلة Evolution News قدامكم على الشاشة بتقولكم الكلام ده اوكي عشان بس اللي طالع يقول يا جاهل انت هتخالف العلماء لا مرة خلفش العلماء في اكتر من الف عالم متخصصين اقل واحد فيهم PHD وغيره بيؤكدو لكم ان التطور ده غلط بالادلة اوكي علماء اثار يهود يكتشف لوحة نادرة اثارية غالبا تشير الى معجزة اشباع الجموع في ارضية كنيسة قديمة جدا تطل على بحر الجليل هذه صورة الاكتشاف اضطهاد المسيحيين اللي زاد جدا زي ما حضراتكم عارفين بوكو حرام الارهابي الاسلامي اللي بيقلد رسوله يعني باحتراف يهاجم مدينة مسيحية في شبك في نفس المنطقة اللي خطف فيها لو تفتكروا 276 فتاة مسيحية من المدرسة سنة 2014 فكرين رجع هاجم نفس المدينة المسيحية مرة تانية فين السلطات فين العالم ما بيتحركش ليه متخيلين هذا الارهابي المسلم اللي بيقلد رسوله في اختصاب النساء خطف البنات دي كلهم ورجع مرة تانية هاجم نفس المدينة مرة تانية ولا حد بيتحرك ليه تخيلوا لو واحد مسيح مش هول مسيح مستحيل مسيح يعمل الكلام ده لو واحد حتى علماني او طفر هاجم منطقة فيها مدرسة اسلامية وخطف له كم بنته مسلمة ده كانت الدنيا خربت لكن لأن هذا الرجل بيقلد رسوله في اختصاب خطفه واختصاب النساء عادي قص الصيني استطاع ان يبشر الف شخص من كوريا الشمالية ده بقى اصعب انواق الاماكن الممكن التبشير فيها ولكن في الاخر طبعا يعني قبر محزن ان هو يتم اعدامه ويستشهد ولكن برضو فرحنين له ان هو نال اكليل الشهادة بعد مبشر الف شخص من كوريا الشمالية صين تمنع الصغار ان هما يتحولوا للمسيحية لغاية ما يكملوا على الاقل 18 سنة اسقف يتحدث عن الاضطهاد البشع للمسيحيين الشديد في نيكاراجوة وان المسلمين بيضطهدوا المسيحيين بشدة ويلقبوهم بالشياطين سياسة مسيحية سياسية مسيحية الان يتم التحقيق معاها من قبل الشرطة عملت ايه كانت بتجاهز امبيلة زي المسلمين في الغرب لا عملت كارثة اكبر من كده ايه هي حطت عدد من الكتاب المقدس في صفحتها على الفيسبوك بدأ يحققوا معاها وشبطة جا تحقق معاها ايه رأيكم اصبح دلوقت تحط عدد من الكتاب المقدس كافي انه تصبح متهم ويتم التحقيق معاك ايه دي الكيل بمكيالي طبعا لو كانت حطت نص قرآني كانت برافو لو حطت عالم الشواز كانت واو وات كود بي بيتر حطت نص من الكتاب المقدس لا يتحقق معا قادي اسلوب قطع اللسان لانحضار الاخلاق اللي زاد جدا الفيسبوك يلقب صفحة تأييد الحياة الصفحة اللي هي ضد الإجهاض الجريمة البشعة دي عارفين الفيسبوك بيلقبها بايه؟ fake news اخبار كاذبة ايه رأيكم؟ عشان برو لايت طبعا لو كانت صفحة بتؤيد الإجهاض والقتل بتاع الأطفال طبعا كان الفيسبوك ينشرها مظاهرة ضخمة في شمال أيرلندا لتأييد الحياة برو لايف بعد ما يأصدروا قانون صعب يسمح بالإجهاض كل دي ناس راح تتظاهر ضد القناة ليه ما بيسمعوش للأغلبين؟ وده السؤال وليه بيحاولوا يضحكوا بأي شكل على النساء ويخدعوهم ويخدعوهم من الجهات ده من حقك ده جسدك في فنزويلا يتزايد جدا لاتجاه إلى الشعوازة كبحث للخروج من الأزمة الاقتصادية الصعبة اللي بتمر بيها للأسف حفلة دراج كوين للشوازة عشان تعرفوا الناس دولة فعلا أشرار إزاي؟ جابوا شخص ضحكوا عليه مصاب بالبله المغولي المانجوليزم يعني أو داون سندروم جابوه عشان يقعد يتنطط ويرقص معاهم على المصلح إيه رأيكم؟ أو أشخاص مصابين من البانجوليزم؟ أو داون سندروم؟ إيه رأيكم في اللي بيعملوها أولئك الشوازة؟ طبعا لو حد تكلم حيتكلم إسلاموها هوموفوبيا ويتمنع ويتحاكم وغيره هذا اللي بيحصل هذا الظلام اللي بيزيد في العالم لشان كده حقيقي محتاجين نصلي هزيه الأيام أكتر ونستعد ونعد زيت في مصابحنا لاستقبال العريس بالصلاة والصوم وخدمة أبناء الله تنقية القلب باستعداد بلباس العرس زي ما قالنا معلمنا أقول لسالرسول رجاء محبة ما تأجلش توبتك لبكرة لازم لو في حاجة متسلطة عليك الآن توب عنها ربنا يبارك حضراتكم نحتاجين حقيقي نتكلم خاصة في الزمن اللي بيتحكوا على الأصاغر وبيخدعوهم بالإلحاد والتطور والشزوز والحاجات الشيطانية دي كلها قال لنا الحاجات دي قبل ما تحصل عشان ما تحصل واحد ما نخافش اتنين علشان خاطر نؤمن ونصدق روعة الكتاب المقدس في الزمن زاد التشكيق جدا والحاجة التالتة علشان حياة الاستعداد زي ما قالوا متى بدأت نرفع رأسنا لفوق فعريسنا قرب ولكن الشيطان حاسس ان ليه زمان يسير عشان كده الشيطان بيعمل بقوة فياريت احنا برضو نعمل في المقابل وفي مية وخمسين اكتر من مية وخمسين الف واحد بيسلموا ودعيتهم كل يوم ربنا يدوا لحضراتكم بطلط العمر والصحة بس العمر ليش مبنون مسيح قرب اصنع عاصمار طليق بالتوبة واستعدوا لاستقبال العريس امين تعالى ايها الرب يسوع حاجة اخرانية بس اقولها تنبيه صغير كان نفوض اقوله في البداية بس احقوله دلوقتي انشاء الرب ودبر يوم السابت الجاي زي ما نزلت اعلان على الفيسبوك واليوتيوب في موضوع هرد عليه انشاء ربنا ودبر الموضوع اللي هو ادعاء تناقض الاناجيل الاربع احدهم بعض الاخوة الاحباء الغير مسيحيين ملحدين هجموا الحلقة اللي انا قدمتها وكنت اضيف الحلقة اللي هي بتاعتها هل هناك تناقض بين الاناجيل اللي هي كان المقدمة لأستاذ الحبيب اندرو وكنت اضيف الحلقة اللي هو انا ففي احدهم طلع احب يعني شوه الصورة تماما وقال شبهات كالعادة فدي هرد عليها يوم السابت الجاي وهسمع حضراتكم كمية الاخطاء اللي اتقالت وازاي عدم الامانة فيما قدم ده هيكون يوم السابت الجاي الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على قناة اليوتيوب وبرضو هيكون في داريك بروتكاست على صفحة الفيسبوك ربنا يبارك حضراتكم اشكركم جدا اسف لو كنت طولت ربنا يبارككم والمكدل